هلو هلو يوم جديد يوم سعيد يربي يكون كله خير وبركة وسعادة وطاقة إيجابية صفرة جديدة في ميز شوف رمضان وأكلة محبوبة لدى الجميع محبوبة بالذات ببلاد الشام وخصوصا في فلسطين المقلوبة أكلة شهية واحتفالية وحقول لكم ليه احتفالية لأنه يقال أنه المقلوبة يعني أول ما اتعملت اتعملت احتفالا بفتح القدس على يد صلاح الدين لما بتحصل الاحتفالات دايما بيولموا الولائم فالوليمة بتبقى دايما فيها رز وفيها فراخ أو لحمة وقعد يقوله نعمل طبق جديد للمناسبة دي يعجب صلاح الدين الأيوبي فقالوا أنه هو بيحب البتنجان كل دا قرنا في التاريخ مدى مصدقيته مش عارفينها بس حلوة القصص المرتبطة بالأكلات فقالوا أنه بيحب البتنجان فقرروا أنه يولموا على الرز والبتنجان مع الفراخ غالبا تبقى الفراخ مش اللحمة وبقت المقلوبة الشهيرة والشهية اللي بتتعامل ببلاد الشم في سوريا بتعامل بلحمة مفرومة بس هي بفلسطين يعني لو يعني الأكلة يعني المنسب مثلا بقول للأردن من عملها بفلسطين بس هي أردنية المقلوبة فلسطينية فالمقلوبة عادة تبقى فيها قطع الفراخ سليمة بالعظم يعني مثلا الفرخة بتتقسم أربعة أو ستة برمضان صعب شوية أنه الواحد قدامه أطباق كتير بزد في العظمات هي أكلة عظمات حلوة أنه ياخد صدر كامل وياكل منه حتى ويسيبه ما حدش هيكل بعده بحب الواحد يجرب كل الأطباق فالنهار ده قررت أنه أعملكم المقلوبة كما قال الكتاب بس ناخد الفرخة اللي سلقناها برضو ونخليها ونستخدم الفراخ المخلية من السلة بحيث أنه لما نيجي نغرف يطلع علينا الخضار اللي معاها اللي هي بطاطس وبتنجان وأرنبيت دي المقلوبة الكمبو الكاملة اللي فيها كل الخضروات لأنه ساعت تتعامل على بتنجان أو على أرنبيت البطاطس دائما موجودة فالنهار ده حبيت أعملها لكم كل واحد يقدر ياخد فيدوق من كل العناصر اللي في الطباق